بين الخرافة والحقيقة قصة أشبه بأفلام الرعب الهوليودية بطلتها مئة الدونامات من الأراضي غير المزروعة في قرية هاريكا بقضاء العمادية شمال دوهوك تعرف بأرض الزوجة الميتة معتقدات وأساطير قبل أكثر من مئة سنة تداولها القرويون معتقدين أن هذه الأرض بها لعنة تصيب من يزرعها ويحدث مكرها لزوجته اسم قريتنا هاريكا شيخا تقطنها عشرات العوائل التي تعتمد على زراعة السمسم والرز والحنطة هذه الأرض متروكة منذ ما يقرب من مئة إلى مئتي سنة لا نعرف لماذا هناك من حاولوا استغلالها لكن أهاليهم منعوهم خوفا من مصيبة حسب ما سمعنا هناك روايات حول هذه الأرض وهناك من يقول أن شابين دخلا إلى هذه الأرض واختفيا وإلى الآن لا يعرف مصيرهما إبراهيم سعيد مختار قرية هاريكا يقول إن هذه المساحة من الأرض لا تستخدم أبدا للزراعة فهناك خوف متوارث من قصص تناقلها السكان جيلا بعد آخر بأن هذه الأرض مسكونة وحدثت بها أشياء مفزعة وخطيرة بالنسبة لهذه الأرض أذكر أنه لم يستغلها أحد إلى الآن لا لزراعة الرز ولا لزراعة السمسم ولا حتى لأي شيء آخر وأن أباءنا وأجدادنا لم يزرعوا هذه القطع من الأرض وهناك خوف يتملكنا كما أننا نسميها بأرض الزوجة الميتة وهذا لا يعني بأن الزوجة ستحدث لها مصيبة بل قد يكون أحد أفراد العائلة ويقال بأن أحدا من قرية رشافة جاء وزرع في هذه الأرض فأصيب ابنه بالجنون وبحسب بعض الروايات من قبل الأهالي فإن القصة تعود لفقير سلبت منه الأرض عنوى فرفع يده للسماء داعيا بأن لا يوفق الله أي شخص يحاول زراعتها ومن هنا جاءت تسمية هذه الأرض بأرض الزوجة الميتة وحتى يومنا هذا ما يزال أهالي القرية يخشون الاقتراب منها أو زراعتها شكرا